سبحانك يا لا إله إلا أننا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أننا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب على أسئلتكم والسبساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي اخترناها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ومنها هذا السؤال من الأخ جاسم يقول ما حكم الصلاة بدون تربة نقول للأخ جاسم الصلاة بدون تربة غير جائز لا بد أن يكون إما على تربة يعني تراب الأرض أو مشتقات الأرض أو من يعني البدائل للتربة إذا كانت موجودة ومنها الورق يعني الأبيض اللي ما مكتوب عليه ما كو كتابة وما كو خطوط مثلا هذا الزرق يعني نسميه إحنا بالقرطاس الأبيض أو كلينس أو ورق الشجر الذي لا يؤكل أو عود شجر مثلا مما لا يؤكل عادة فهذا هذه مما يجوز السجود عليها أما السجادة الفرش عموم الفرش هذا لا يجوز السجود عليه أيضا من الأخ ياسين يقول هل يجوز بلي يعني سؤاله هكذا هو ذكره بشكل آخر لكن احنا نذكره بالشكل اللي يكون مناسب للبرنامج عدنا اتصال جبار من بغداد اتفضل أخ جبار جبار من بغداد تفضلوا تفضل جبار أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم السلام ورحمة الله تواصل أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ جبار شنو سؤالك سؤالي عندي والدي عمره 84 سنة الله يضطي الصحة والعافية إن شاء الله شبابة تعرف شغل قبل وهاج زمان قبل تقريبا 15 سنة يعني ترك يشتغل السيارة الحار وبرد ثلاث الصيام وصلاة الصلاة يعني صراحة بس عدنا الصيام الشون يدفع به الشون هو أنت عمره 84 سنة يعني الآن هو غير قادر على الصيام غير قادر على القضاء بس برمضان يصوم هو برمضان يقدر يصوم بس مرات من يصوم سكرة ينزله عايز شوح ما يقدر اه إذا كان هكذا يعني حتى في رمضان هو المفروض ما يقدر يصوم المفروض هيك شي برمضان يعني يصوم هيك يعني يكمل الشهر كله يكمل هيك شي نفس الشي يعني إذا كان رمضان أو كان قضاء هو نفس الشي أنا من سألتك أريد أعرف قدرت على القضاء هل هو قادر على القضاء إذا كان قادر على القضاء يقضي إذا ما كان قادر على القضاء يدفع فقط فدية والفدية مقدارها عن كل شهر 22 كيلو ونص من الطعام إما حنطة يعني طحين الحنطة أو طحين الشعير أو التمر كل شهر 22 كيلو ونص طبعا إذا يقدر يصوم رمضان يعني قادر يصوم بالأشهر الأخرى بلي إذا نعم إن شاء الله يسمعنا هو الله يطيص صحة والعافية إذا الله يخليك إذا كان قادر على الصيام بما إنه يصوم رمضان فأي نعم بس إذا قضى بس إذا قضى هذا الصيام في أيام الشتاء هذه شتاء هم من نهارك صيّر وهم ما تقدر يتحمل إذا يقدر يقضيهن في أيام الشتاء لا بس ما بها ما ماكو إشكال إن شاء الله وإذا ما قدر يعني سعدية بلي مودية لا سمها فدية رحم الله أهلا وسهلا ومرحبا بك نعم نرجع إلى الأخياسين هو كاتب سؤاله بس بشكل يعني مو مناسب المخالفين والهنود أو بعض الملل والنحل الأخرى لهم تصور خاص حول الرب حول الإله ماعدهم نفس التصور ما للمسلمين أنه ليس كمثله شيء إلى آخره مثلا هو يقول هل يجوز سبه يعني سب هذا الذي يعتقدونه نأخذ هذا الاتصال ثم نجيب عن الأخياسين نعم أحمد من الحلة تفضل أخ أحمد سلام عليكم شيدنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا سيدنا السؤال على قراءة القرآن بالموبايل هل يجوز نعم جائز أنه تقرأ القرآن من خلال الموبايل هذا جائز قراءة القرآن بالجهر أو بالإخفاء هذا بعد ماكو إشكال سواء جهرا أو إخفاتا ماكو إشكال ما دام هو مو صلى هو قراءة القرآن مو صلى الصلاة بيها جهر وإخفات أما قراءة القرآن ما بيها جهر وإخفات أنت كيفك تريد تقرأ بشكل جهري تريد تقرأ بقلبك هذا الشي عائد إليك مع السؤال سيد مرخزك تفضل سيد أنا توظى دائما قبل الصلاة من الساعة في ربع ساعة قل نويت توظى وضوه مطلق طهانا قربة إن الله تعالى أقرأ قبل الصلاة هل يجوج هذا؟ نعم جائز وما كوي إشكال مشكور سيدنا رحمة الله الله يخليك يا عزيزي أهلا وسهلا ومرحبا بل إحنا جوابا على الأخ ياسين أكو جواب قرآني وأكو جواب أيضا من من في حديث في رواية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لا تكونوا سبابين يعني هاي الصفة صفة الساب أو الشاتم يشتم ويسب دائما هذه الصفة مثل عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يبعدوها عن الشيعة أنت عندك حجة انقل حجتك اطرح الحجة مالتك مثلا حتى لو مثلا هم يناقشون بها كذا الحجة هي التي تتكلم عنك أما أن تسب وتشتم لأنهم يعتقدون مثلا برب خاص بهم إلى فد مواصفات خاصة لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد الإله والرب الذي نعتقد به نحن هذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام نهونا عنه عندنا اتصال محمد من بغداد تفضل يا أخي محمد أهلا وسهلا ومرحبا الله يخليك يا عزيزي تفضل والدي نعم سيد فستوان نعم سيداني مهووس مهووس بحب أمير المؤمنين عليك أبي طالب فدائما أقول بكل جعزتي ونهبتي وأنام وأبعد وأقوم وأستهل أقول يا علم بل ماكو شكال ماكو شكال يعني مدأسه الله علاء وأجل بس أمير المؤمنين مخوص بي دائما على الثاني إيه أنت تقول اسمه يا علي متمام له لا إيه ماكو إشكال عندنا ماكو إشكال عندنا صحيح هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولكن لا ضيرة ولا إشكال في أنه تقوم وتقعد وتبدي وكذا وتقول يا علي لا هذا لا إشكال فيه رحم الله وادك ووالديك جزاك الله خير يا عزيزي أهلا وسهلا ومرحبا في سؤال لأحد الأخوات حول ما يضع عنه الفتيات أو النساء عموما من أظافر إصطناعية بعض هذه الأظافر الإصطناعية يكون يعني دائمي أو شبه الدائمي يعني يدوم ستة أشهر مثلا هذا هذه الأظافر يعني تمنع وصول الماء إلى الجزء الذي تحتها وهو الأظافر الأصلي إذا كانت مانعة عن وصول الماء حينئذ وضع هذه الأظافر مشكل لأنه راح تمنع من هذه المرأة من الوضوء أو من الغسل لأنه على الأقل خلينا نقول مثلا ما الإمام الزوجة هذه إذا كانت عدها مثلا العادة الحيض في الشهر مرة لازم تكون تقتسل هذا يمنع من الغسل عدنا اتصال أبو نور من بغداد تفضل يا أبو نور السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا نعم تفضل أبو نور إذا تفضلك سيدنا إذا واحد مأذيك مثل مأذيك وجيب طارية هل تعتبر غيبة إذا تظلم إذا تعرض المظلومية مالتك لا يعد غيبة يعني مثلا هو مثلا يحكي عليها ويتكلم وانا أجيب طارية مثلا أقول ليش يتش يتكلم عليها ليش كذا يعني مو السبة والشتمة لا أعلم شون أسبة ولا تغتابة يعني اي بس أجيب طارية ما يخالف حتى لو تجيب طارية إنت دا تعرض مظلوميتك على الآخرين لو على واحد مثلا حتى يصير حكم بينك وبينه هكذا ما بلي إذا إذا هتشي ما يخالف لكن كانت اغتابة مثل ما هو اغتابك أو السبة مثل ما هو سبك هاي لا هذه مو صحيحة الله يخليك يا عزيز جزاك الله خير أهلا وسهلا ومرحبا نعم نرجع إلى موضوعنا عدة اتصال يوجد اتصال من الكوت أم حسين بل عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي يا أم حسين سأل سيد بدون زحمة نعم تفضلي يصير واحد يتوظى وما يثبت ويصلي شلون عادي السؤال يتوظى يصير واحد يصلي بدون تثبيت شون بدون تثبيت يعني لا يمسح راسه ولا يمسح رجلية هذا مو وضوء الوضوء هي غسلتان ومسحتان غسلة الوجه وغسل اليدين ومسح على الرأس والمسح على الرجلين هذا هو الوضوء أما إذا ماكو تثبيت هذا مو وضوء باطل هذا العفو سيد بس سؤال ثاني سؤال ثاني نعم هل قتل البوم وحلال الحرام إذا كانت مؤذية وماكو طريق للتخلص منها إلا في قتلها نعم يجوز ولكن إذا أكو طريقة أخرى غير القتيل كان مثلا تبعد إلى مكان بعيد غيرها المفروض لأنه أذية الحيوان مو صحيحة أذية الحيوان مشكل أهلا وسهلا ومرحبا بيت جاء محسيم بل فنرجع إلى قضية الأضافر هذه الذي توضعه مثلا على اليد أضافر اليد إذا كانت متحركة يعني ممكن واحد يشيلها ويتوضع ويرجحها مرة ثانية هذا لا بأس به أما إذا كانت لا ثابتة ولمدة ستة أشهر مثلا أو أكثر أو أقال لا هذا مشكل فعلى الأخوات المسلمات اللي يحبا أن يخلن أضافر مثلا اصطناعية لازم يلاحظا هذه المسألة مسألة مهمة جدا مو حرام أنه تخلين أضافر مثلا أو تتجملين إلى زوجك هذا مو حرام ولكن لا بد من رعاية الأمور الشرعية ومن الأمور الشرعية أنه هذه الأضافر لازم كون أنت كون مو مانع من الوضوء ليس مانعا من الوضوء هاي من الأمور الشرعية اللي لازم المرأة أو كل مرأة مسلمة محافظة على صلواتها محافظة على طهارتها أن تلاحظ هذه الأمور الشرعية أنه هي عدى صلاة خمس مرات باليوم لازم مثلا على الأقل فتتوضى ثلاث مرات على الأقل إذا مثلا تتوضى للأمور المستحبة وغيرها كذا على الأقل هي تتوضى ثلاث مرات باليوم فكيف يكون هذا الأضفر مغطي جزء من عضو الوضوء ولمدة ستة أشهر هذا مشكل إضافة إلى أنها النساء عادة عدها يعني بشهر مرة تغسل غسل الحيض إذا ما كانت متزوجة طبعا عدنا اتصال أبو حسين من بابل تفضل يا أبو حسين عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا أي نعم تفضله ملاحظة ملاحظة خدمتك تفضل أجد لكم الله إذا حيوان معذي نعم كذب ممكن قاتلها أو استبعاتها الأفضل أو أبعادها بالبداية لأنه مسألة أذية الحيوان هذه هاي عمومات أذية الحيوان يعني الشرع منع منها يعني المفروض إحنا من نأذي الحيوان لكن إذا كانت يعني عملية الإبعاد غير ممكنة وأنه ما يتخلص الإنسان من أذية هذا الحيوان إلا بالقتيل يعني ينحصر الأمر بالقتيل حينئذ يجوز قتلها المهم أنه تبعد مثلا إلى تشعلك بالناس تعليك بروحك أنت تعرف أنت عندك هاي مسألة أنه هذا يؤذيني قد تكون مثلا هي الحيوان مثلا عند الآخرين قد ما تكون مؤذية قد تكون بالعكس مو مؤذية أنت مثلا عليك مؤذية بس هما عليها مثلا مو مؤذية فكل ظرف في يعني في وقته في حين يبحث أنت بالنسبة إليك ظرفك الخاص هذا الحيوان يؤذيك فإمامك طريقين الطريق الأول أن تبعد وهو الأفضل لأن ما بأذية يعني لا تؤذي الحيوان والطريق الثاني إذا ما أمكن إبعاد هذا الحيوان إلا يعني والتخلص من أذيته إلا بقتله حينئذ يجوز قتله يعني التخلص من الضرر ما التبقى له هذا المعنى بري مشكور سيد أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أبو حسين نعم نرجع إلى قضيتنا قضية وضع الأظافر وال ملاحظة أخرى مثلا وضع المكياج بالنسبة للنساء هذا ممكن واحد تضع المكياج وإنما تريد تتوضى يعني تمسحها وتتوضى أو هي تتوضى يعني سبق ما يسبق وضع المكياج تتوضى والظلم توضيها لغاية ما تخلص المناسبة اللي يعيدها مثلا بينه كذا مثلا فرح زوجها إلى زوجها لأن التبرج هو للزوج مو لأي شخص آخر بعد ذلك تقدر تروح تقرأ قرآن تقدر تروح تصلي إلى آخر يعيدنا هذا الاتصال علي من ذيقار تفضل يا علي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي نعم هي قبل أربع سنوات من طبعة سنوات نعم أن تطلب دولة مليونين ونصف بدون ما تخمس أي وهذه ساعة ثلاثة ونصف أمام خمس أي وعلى موضة المحرام والمنابس يعني المجموع ستة أي ستة أي فهذا نتخمس المنابس هم نال شون يعني هي المقصود مو بسر يعني اللي تطيها كروة واللي تاخذ وياها كون هي كل ما تملك كون عدها راس سنة خمسية واتخمس أملاكها وكون هاي راس السنة وياها دائما هي الأموال مو من عدها من ابنها يعني بلي زين هو ابنها عندها راس سنة خمسية مخمس لا أعرف الله المفروض السئلة المفروض السئلة بس اسمحني خلى جاوبك على هذا السؤال فإذا كان ابنها اللي ينطيها هاي الفلوس عندها راس سنة خمسية ومخمس ما يحتاج تخمس بعد هي أما بالي تفضل هي الأموال هي حصة معالدية يعني ليس مثلا من عدها ها إذن لازم تخمسها هي لازم تخمس ذن الأموال بالي شنو سؤالك الأخر نعم هي قبل كانت مطلوبة صيام اي تقريبا عشرين سنة بلي حسن هنا قضاتهم بلي هي أنا حسابتها إلي حسابتها من العمر 13 خوش هي ما طابل تقول لازم منتزعة ستي ترجى منتزعة ماكو إشكال إذا كانت من التسعة هي ما صايمة ماكو إشكال بلي إذا هي متأكدة لين هي تعرف هذه المسألة يعني مؤخرين هي تعرف إش وقت صامت بس مع ذلك إذا قضتهم لازم كون تدفع فدية فدية 22 كيلو ونص عن كل شهر من ذن اللي قضتهم تعتبر فدية تأخير القضاء يسمى فدية تأخير القضاء مشكور صحيحنا أخياتي أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي بلي زين عدنا أيضا غيث غيث يقول الزوج إذا أراد أن يجبر زوجته على لبس الخمار هل يجوز ذلك أم لا يجوز الإجبار إذا الخمار مو واجب إحنا الحجاب عدنا واجب الخمار زيادة يعني يستحب واحد إنه أو امرأة أن تضع خمارا خصوصا إذا كان خصوصا إذا كانت جميلة مثلا ومثلا ذات وجه جميل ملفت للنظر نعم يستحب لها أن تضع خمارا الواجب هو الحجاب وليس الخمار عدنا تصال نبيل من ديالة نبيل من ديالة تفضل أهلا وسهلا ومرحبا سلام عليكم استاذ عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا شيخ شوانك شيخنا شوانك أهلا ومرحبا تفضل أخ نبيل يسلمك الله شيخ الله عزيزك شيخ أنا نظرت الوجه الله تعالى نظرت حولي أي بالي والله تأخرت يعني عني الشسمة عني النظر تأخرت أي يعني مدى يصير عندي أنا الحمد لله رجعت للدوم قبل خمس سنوات نعم فكل ما يعني أنوى شي تطلع للشغلة تطلع للشغلة فأني ما ناسي هذا الشي ما ناسي بل أي والله إذا شوكت ما يكون عندك قدرة على الإفاء بالنظر ويجب عليك أن تفي بالنظر أنا ما ناسي شيخ إن شاء الله يعني أنا ما ناسي أي والله بل فصارت عندي شغلة أنا أنت يعني مو بهالعقل هذا نعم أخذتني مرة حلفت فحلفت يعني أنا ما أدري فهي رجلها مسوى هذا الشيء وأما مسوى ما عرفاني على حتيها يعني على حتيها أي أنا ما أدري والله ما أدري يا شيخ الله شاهد ما أدري يعني أساس ما أاخذ ذهب وما أخذ ما أدري شنو ما أخذ مدري شنو زي أنت حلفت على شنو يعني حلفت طران إي حلفت على شنو حلفت يعني قالت أنا فأني أخذ من عندي ذهب أخذ من عندي فلوس وأخذ من عندي مدري شنو وأنت لا شايف ولا سامح اي والله انا ما شايف انا ما شايف فاني ما شنت بها العقل شيخ انا ما شنت بها العقل يعني بلي حلفت حلفت على القرآن اي والله انا ما شنت بها العقل يعني بها العقل ما شنت هنا بعدين اتندمت بعدين قلت يا رب استغفر الله يعني له بها العقل هذا له تم ملك الدنيا هنا بلي مو واجب عليك يعني تدفع كفارة لكن يستحب أن تدفع كفارة كفارة اليمين كفارة اليمين ايه اطعام عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم يعني تطيهم مثلا دي شاديش لول اطعام لول كسوة دي شاديش يعني عشرة يعني حتى لو نساء عادي ايه حتى لو نساء انت بكيفك تريد تطعم او تريد تنطي اكساء يعني تطيهم مثلا ثوب يلبسوه اما دجاجة لرجل واما ثوب الى المرأة انت تختار اما الاطعام واما الاكساء ايبارك بك يا عشرة اهلا وسهلا ومرحبا بك نعم نرجع الى اسئلتنا عدنا اتصال يبدو انه ماكو اتصال بلي عدنا اتصال ابو سجاد من البصرة فضل يا ابو سجاد السلام عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا عليها السلام نعم ولكم كذلك جزاك الله الف خير يا ابو سجاد نعم الله يعنده الله يرحمه الله يرحمه يجبهار اربع سنوات اصيان انه كان مريض ربكة سماسه اي اربع سنوات اصيان لانه لانه كان مريض وما صام اصل سؤال يا ابو سجاد انه هوا هذا كان يا مرض بالضبط من هن مرض الموت يعني سابقا يعني مو 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 الصيام اللي مات بي وإنما سابق لا لا هو الصيام المات بي الصيام المات بي ما عليها يعني هو مريض ومتلق عليه سماوة وقت خب الصيام اللي مات بي خون ما يقضي هذا ليس عليه قضاءه لأن مريض وتوفى الله يرحمه إن شاء الله لكن السابق السابق هذا السابق انتو عليكم فقط الدفع إذا كان مريض واستمر به المرض مثلا للسنة الأخرى والأخرى والأخرى هذا فقط فدية ماكو قضاء فقط فدية والفدية 22 كيلو ونص عن كل شهر من الطحين أو التمر يعني طحين الحنطة طحين الشعير التمر مثلا الزبيب أو الروز كيفكم انتم 22 كيلو ونص عن كل شهر موفق إن شاء الله أنت ابنة شبير إن شاء الله بل واجب عليك هذا نعم جزاكم الله خير يا أبو سجال أهلا وسهلا ومرحبا بل نرجع إلى الأسئلة سؤال أيضا للأخ غيث هل يجوز تخيير الزوجة ما بين ترك العمل والذي فيه اختلاط مؤكد أو الطلاق الجواب عن هذا السؤال لأنه يقول هل يجوز تخيير الزوجة خب تخيير الزوجة جائز أنه تخيرها مثلا بين أن أن تبقى في عملها وتطلق وما بين لا تترك العمل وتحافظ على زواجها وعلى أصل الجواز هو جائز عندنا اتصال فاضل من باب عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أخف نعم تفضل أنا دائما يعني كلما أكل مثل كلما أشرب شيء أقرى الفاتحة نيابة عن أرواح المسلمين ونيابة عن والد نعم ونيابة عن المسلمين أجمعين ونيابة عن بالضبط عن أم البنين نعم أنا تعرف مثلا يعني ألها أجور ألها فتشي أنا دائما بكترة يعني يجوز باليوم كتر من أربح خمس مرات نعم سؤالك شنو أقرى الفاتحة عن والدي والدي وعن المعصومين كذا ميبلي السؤال يعني تقصد شنو بسؤالك هذا مثلا ما حكمه أو شنو فاعدته أو إلى أجر لو مؤجر مهو هذا السؤال أو لا لا بأس اي لا بأس بذلك أنت إلك ثواب وكذلك يوصل للأموات أيضا لهم ثواب وأجر كذلك يعني ثواب قراءة الفاتحة على أرواح هؤلاء ثواب يوصل لهم وثواب إلك أيضا بل أهلا وسهلا ومرحبا بل آدم آدم يقول يجيني شك هل تنجست الأرض مثلا اللي أمشي عليها مع ظن قد يصل هذا الظن إلى 70 إلى 80% أنها تنجست فما حكمها إذا كان يوصل الظن مالتك إلى 70 و80% هذا يسمى ظن معتبر ظن يتاخم العلم فعليه يجب عليك احتياطا أن تطهر هذه الأرضية النجسة قعدنا اتصال أم حسين من الكوت سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا أم حسين قالمي الدوجة نعم كان أكثر من 16 سنة 17 سنة 18 سنة مريت بظروف صعبة أول طفل توفئ لي أنا من إنسان حساسة كل زوجي صاحب عملي هو دائما مثل هامني هامني مثلا إذا أضوج مثل أقل لضايج سيدي مثل قلني انتظري فجي ومين ثلاثة على فرخ أقدر أطلع مثلا إذا أرد أروحا من الأهلي إذا أطلب الشيء يعني دائما يتأخر يجيب إلي فأنا صار سنين سنين يعني أعام مثلا ربت بيت قاعدة بالبيت تقريبا يعني ما حد يطوب ما حد يطلع ألينا يعني ما حد يجين حتى أهلي بعيدين علي يعني تقريب ما حد يجين يعني صار صار سبوع بس أخويا مثلا يفتداخل علي مثلا هو أنا انتظر هو لي يفرحني هو لي يجيب لي يعني بالقوة يجي بالشغلة مثلا سيد مثلا بالقوة يطلعني مثلا يعني أنا إنسان مثلا حالتي النفسية كلش دعبانة أحب أطلع بين فترة وفترة أغير جاء وأروح المكان يعني أشوف أزورا أشوف في شي جديد نعم مرات هو ما يقصر من عنده بس أكثر 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 الأحيان أنا جاي أتأذى يعني مثلا يجي من الشغل يبقى نايم للمغرب مثلا يلقوها قاعدة بحيث أقوم أفتش لما لما ما يقعد يعني سيد يعني ما أدري يعني هيش ما أدري ما أعرف يعني ما أعرف ما أعرف أشي أسوي يعني يعني جايز يتعب مثلا بالشغل يتعب أنا مريحتة مثلا يجي منك يبقى كل شي حاضر أطفال ما يدر بيهم كلهم مدرسة أعدادية ومتوسطة أدرس يعني الإسلام يعني يقضل هيش إحنا مسلمين يعني أنا مثل محتاج مثل هو كله نايم دائر وجه عندي محتاج إنسان مثل يحتضن محتاج عاطف محتاج أفلش يعني يعني ما أدري يعني وقت قاعدت مثلا مريد يقعد سيد مثلا يستغلها النفس مثلا هو يروح يسافر يروح يزور يروح يعني يعني إلا أحنا نقل نبق لح لح علي بحيث من أطلع حتى أطلع رائج من كثير مران يعني بالقوة حصة والشي من عنده على العموم الله يوفقك يا أم حسين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينك وبين أفو حسين زوجتك هذه المسألة مسألة عامة أكثر الأزواج يعانون من عدها ولكن احنا من ناحية شرعية حتى في سبيل أقصر عليش المسافة هل واجب عليها واجب شرعي ها مو عرفي واجب عرفي نعم عليها واجب عرفي أن يراعي أسرته وأن يصرف على أسرته وأن يريح أسرته بس هذا واجب عرفي من ناحية الشرع من نقول هل هو واجب عليها أنه يفعل كذلك لا مواجب مستحب وليس واجب هو الواجب عليها يعني يعمل ويصرف على العائلة يجيب لهم أكل نبس يأمن لهم السكن يأمن لهم الأمان هذا الواجبات أما أنه يطلع لو ما يطلع مثلا أو يروح ونس ويأخذ العائلة يونسهم مثلا حديقة وغيرها هذا يسمى مواجب عرفي مواجب شرعي الشرع ما يدن يا ماي الناحية وإنما نقول للرجال أنه أنت عليك رعاية أسرتك شلون تراعي أسرتك شلون تحميها شلون أنه يعني تخليهم مثلا سعداء في حياتهم هذه بعد مسائل عرفية وليست مسائل شرعية لذلك إحنا ما نقدر نجاوب عليها إلا من الناحية الشرعية واضح الأمور إن شاء الله أم حسين واضح الأمور سيد بس يعني واحد يعني إحنا مسلمين نعرف هذا الشي كله نعرفه جاي مثل هسأني يعني أنا تعيس بحياتي يعني أنا مثل هسأني وين أطوجي مراتب إنسان ترى يضعف يضعف سيد يعني يضعف يعني أنا منتظرته هو ليفرحنا يعني إذا باضي مزدود يعني لا أقدر أشكي لا أقدر بس رب العالمين أشكي يعني أنا هذه المعالجة مالتها بسيطة عليك بالقرآن هذه أولا والزيارات والتوسل بلا إما عليهم الصلاة والسلام وقراءة الأدعية ونصيحة أيضا نصيحة إذا كان أكو عندنا عنوان شرعي اسمه حسن التبعل حسن التبعل هذا عنوان أنا أخو وما أقدر أشرح لشيابي هذه يمكن الدقائق البسيطة اللي أنت تخابرين به الآن ولكن عليك يعني عليك أن تبحثي عن هذا العنوان حسن التبعل شلون تكون المرأة حسنة التبعل حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إليها ويكتب كل نفس إليك بالبيت يكتبه أجرا وثواب تمام وبنفس الوقت يفتح لك أبواب كبيرة وعريضة في الحياة إن شاء الله موفقة نتمنى من الله سبحانه وتعالى بلي الحمد لله أنا أنسف أضل رب العالمين يعني الحمد لله شكرا رب العالمين أبد ما عايقني لأنني يعني يوميا جاي يصير بيا هذا الشي فأنا يوميا أظل صدحي أتعذب وأنتظر يعني فالشي بس من أتوجه رب العالمين وراها فترة لا يتغير حالي إن شاء الله يتغير حالي بحق محمد وعلي محمد وإحنا إن شاء الله من الداعين ندعو الله سبحانه وتعالى أنه يحسن حالك ويحسن أحوالك بينك وبين زوجك أبو حسين وإن شاء الله دائما السعادة على أسرتكم إن شاء الله بحق محمد وعلي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو حسين بلي سيد حيدر يقول ما حكم الجمع بلي نأخذ هذا الاتصال ثم نرجع إلى هذا السؤال مصطفى من أديالة مصطفى من أديالة أهلا وسهلا ومرحبا تفضل أخ مصطفى عليكم السلام ورحمة الله يرحم مالدك ليك نعم الله يرحم مالدك نعم أخ مصطفى شنو سؤالك سيد داني أمك وحدة عائلة نعم هي وحيدة باللي نعم فدائما وقت الغروب أو وقت الغداء يعني مني أدن بلي أكو شغل بديها يعني ما تقدر تعوفها مني أبويا وراها إحنا وراها نعم نعم ثم مني أدن ما تقدر تعوف الشغل وصلي إلا بعد ندان أبردها ساعة بل شنو حكم هذا يعني يفوتها أول الوقت قصدك مو نعم نعم سيد إذا إذا كان هذا إذا كان هذا أول الوقت إلى فضيلة أنه واحد يصلي في أول الوقت بس لا بأس إذا كان عدها مثلا فإذا مسألة ضرورية أنه تأجل إلى ربع ساعة وإن كان هو الوقت موسع مال الغداء يعني من من الظهر من زوال الشمس إلى قريب المغرب هذا كله وقت أداء ولكن وقت الفضيلة إلى يعني إلى أجر وإلى ثواب عظيم بالتأكيد بالتأكيد يعني هو وقت الزهر المفوض يعني هو واحد يتفكر شبه بس إذا كانت أعمال ضرورية يعني هي وراءها حائلة بل قلنا إذا وإن كان هو مواجب عليها مستحب هذا العمل ما للبيئة اللي وراها أب وراها عيال وراها كذا هو مواجب عليها هذا مستحب ما يصير تقدم المستحب على الواجب لكن إحنا قلنا من باب الضرورة لربما يخرب الأكل إذا تركته أي نعم بإمكانها أنه شوية تتأخر بس إذا ما يخرب وإنه مثلا مخطوط على النار أو أكو واحد يساعدها هو أساسا الطبخ والتنظيف وغيرها مواجب عليها هذا واجب على الزوج على أبوكم يعني هو إله هي مواجب عليها فعليه لازم تقدم الصلاة على هذا العمل لكن قلنا أنه لربما يخرب وهذا ضرورة يعني إضاعة المال حرام فعليه إذا كان يخرب نعم ممكن يتأجل الصلاة إلى عشر دقائق بل أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ مصطفى تعليقا على الأخ مصطفى وعرضنا مسألة والدت أنها يقول وراها يعني أبويا وراها الأولاد وراها كذا مواجب عليها هو مواجب عليها أساسا رعايتهم إذا خصوصا إذا كانوا كبارا كبار كل واحد يروحي يأدي للعمل هو بنفسه يطبخ مثلا أو يجيب أكل أو ينظف معين أو غيره يعني المساعدة حلوة وإضافة إلى أنه الأم يعني مواجب عليها الطبخ نعم هو واجب عرفي يعني العرف يرى أنه المرأة لازم يكون محلها المطبخ ولازم يكون تغسل وتطبخ وتنظف وكذا بس هذا عرفا أما شرعا لا يستحب لها ذلك وليس واجبا عدنا تصال أم علي من ذي قاح أم علي السلام عليكم من ذي قار عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا نعم عندي ابني صغير حلث قال من أشغل ما أجيب فلوس لي بيت شقد عمره ابني الشهد قال ما أجيب فلوس لي بيت شقد عمره شقد عمره ابني شاء الله يخلي 18 18 سنة ووالدة موجود والدة حاليا من فصلين موجود من فصلين آه زين حلف بابو فضل عباس عليه السلام أنه شنو ما أجيب فلوس لي ما فيش شغول بعد للبيت آه وهو اللي يصرف على البيت لو أكو واحد يصرف آخر هو وآخو يصرفون أنا أمه كل ما أحتاج مرات آخذ منه وأرجح فهو من أجي اليوم لذا من قال ها بعد موش يصرفون في البيت أنا أقول شونا في الحالة يفتعني يمين أنا شجيت صفار لا هو اليمين عدنا أبو الكفار هو إذا حلف بالله سبحانه وتعالى يعني قال أو يقول والله لا أفعل كذا هذا اللي احنا نسميه اليمين أبو الكفار أي أما لا لا ما علي إشكال إذا حتى لو حنث ولكن يستحب له أن يطعم عشرة مساكين مستحب مواجب مثلا كيلو طحيل أو كذا أي يعني طعام عشرة مساكين أقل شي أقل شي يعني يطيل للفقير ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين هذا أقل شي بل إذا واحد مثلا المجبور ويقفل بالقرآن شوان يحال هذا الموضوع إذا مجبور لا يقع هذا اليمين هذا الحلف لا ينعقد صار علي ضغط يعني لا ينعقد هذا إذا يعني جبر واحد مثلا يخلي مسدس براسه وقال له لو تحلف لو ما هذا هيتش هذا الحلف أسلاف الموضوع لأنه هو يسبب فتنة يعني لأجل در فتنة حلف تمام أي على الموضوع وإحنا ذكرتلي كان بالبداية بداية الجواب إنه إحنا عندنا اليمين أبو الكفارة فقط إذا قال والله أفعل كذا أو والله كذا وكذا هذا أبو كفارة أما غيره بالقرآن الكفارة عشرة إطعام عشرة مساكين إذا ما عنده إطعام عشرة مساكين إكساء عشرة مساكين إذا ما عنده لا إطعام ولا إكساء يصوم ثلاثة أيام أهلا وسهلا ومرحبا بل نعم وصلنا إلى ختام وقت البرنامج ما عدنا وقت بعد لعرض الأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله نترك كل ذلك إلى يوم الأربعاء القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك يا لا إله إلا أن الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا